برأيكم اليوم مستمعينا كيف ممكن إلزام المواطن بالإجراءات الوقائية يعني لما نيجي نعول على وعي المواطن ونقول المواطن بالتزم فيه كثير ونسبة كبيرة من الناس غير ملتزمة بنطلع بنشوف الناس بالسوق بالشارع بالمناسبات بنشوف الناس أبدا مش ملتزمة بتتعامل وكأنه هذه الجائحة هي عبارة عن شيء بعيد عنه مش موجود ببلدنا أو حتى فيه ناس لسه بتعامل عن إنها شيء غير حقيقي أو إنها مؤامرة وهذه الأخبار مش مزبوطة مع كل الأعداد الكبيرة واللي ما زالت فيه تزايد يعني إحنا اليوم بنحكي عن المية وبنحكي عن المتين إصابة في اليوم ولكن هاي الأعداد للأسف متوقع زيادتها لأنه فيه مخالطة بشكل كبير ما بين الناس اليوم كيف ممكن نلزم المواطن بالإجراءات الوقائية يعني لما نسمع ناس بيحكي لك أنه لا هيا كورونا شوف قديش عم بنشافوا ناس منه عم بطيبوا عم برجعوا بيوتهم بيكملوا حياتهم وأمورهم تمام بالمقابل لما نسمع تصريح لمدير عام مستشفى الأمير حمزة الحكومي دكتور عبد الرزائل الخشمان يوم السبت أنه 13 مصاب بفيروس كورونا المستجد حالتهم بين الخطيرة جدا والخطيرة وعلى أجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية القلبية لما نسمع هذا الرقم 13 إنسان 13 روح عم يعانوا بسبب هذا الفيروس معناته إحنا فعليا إذا مش إحنا نصبنا فيه وصار خطير علينا وعلى صحتنا ممكن يكون خطير على صحت أقرب الأشخاص لإنا لا سمح الله لذلك من هون عم نحكي إنه لازم نلتزم ولازم ندير بالنا مع وجود الغرام المالية منشوف بعض التجاوزات وبعض المخالفات برأيكم كيف ممكن الأشخاص اللي لسه عم بيشككوا بالفيروس ولسه ما عم بيدركوا خطورته كيف ممكن إحنا نقنعهم وتوصل لهم المعلومة اليوم الصبح كنت بناقش بجزئية معينة عندي على الستوري الخاص بصفحة الإنستغرام تبعتي على موضوع اللي هو ناس كثير بسألك بقولك في حجر جاي على الطريق يعني بداية هاي قرارات رسمية ما بنقدر نستقيها إلا من مصادرها الرسمية ولغاية الآن القرار الرسمي إنه الحجر والحذر سيكون مكلف على الدولة فما في توجه لهذا الموضوع ولكن لما بنيجي نحكي عن هاي الجزئية في بداية هاي الجائحة في شهر ثلاث إحنا كنا حتى مع إنه في حجر رسمي وحجر مؤسسي كنا إحنا حاجرين أنفسنا كيف يعني الواحد فينا كان يطلع على الدكان كنا نجمع الإغراض كلها يطلع شخص واحد يجيب الأشياء الضرورية نرجع على البيت نعقم الكياس نعقم المشتريات نعقم ملابسنا وأنفسنا قبل ما نفوت على البيت اليوم نطلع كل العائلة وبنأخذ الأطفال الصغار والصغار بمسكوا ما بيخلوا دربزين ولا كبسة مصعد ولا إيد باب ولا أي إشي إلا بمسكوها وبلمسوها وبصيب وجههم وبعدين بنروع على البيت بنفوت ولا كأنه برا كان فيه أي نوع فيروس بنفوت على الدار بنلاقي عنا ناس جايين يزورونه بنسلم عليهم باوسة وبنقعد إحنا وإياهم بنان بأوعينا اللي كنا فيها برا هذا الحكي كلها تتغير وين إحنا كنا ملتزمين أو لا فهل يترى ممكن يكون في واحد من الحلول أنه إحنا كمواطنين من غير ما يكون في حظر رسمي خلينا نقول ممكن نحظر أنفسنا ونرجع نلتزم بالإجراءات الوقائية بشكلها الصحيح يعني منتمنى يكون فيه أشخاص كمان عندهم أفكار هيك نفيد فيها أنفسنا ونفيد فيها أيضا الأشخاص اللي عم بيسمعونا